متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وخبر سريع هذا الخبر عن تصريح سام ألتمن رئيس تنفيذ الشركة أوبين إي آي عن الإصدار الجديد وهو جي بي تي فايف بعد أتقد أن جي بي تي فايف ده حيكون مجرد إشاعة ولكن هو بالفعل لو إحنا دخلنا على تويتر حنلاقي على أكاونت سام ألتمن بيعلن أنه حيكون متاح للجميع قريباً جي بي تي كان في يعني ضغط كبير جداً على الموقع وكلنا بيحاول نحن نخش عشان نجربه بعد كده جي بي تي فور وكان لازم نشترك في الخطة المدفوعة عشان نستخدمه وبعد كده جي بي تي فور او اللي احنا استخدمناه بعدد محدود بشكل يومي ولكن سام ألتمن جاء علشان يصرح أن جي بي تي فايف حيكون مجاني للاستخدام فهل ده كرم من شركة أوبين إي آي ولا هم عايزين يحدثه هزة في سوء الذكاء الاصطناعي أعتقد أن التصريح ده جاء بعد ما أصبح تيب سيك أر وان لافت انتظار يعني الجميع أغلبنا بيستخدمه كتطبيق على الموبايل أو أن أنت بتستخدمه من خلال الويب سايد أو حتى بتنزله كنسخة تستل أو كنسخة خفيفة عندك على الجهاز بتستخدمه لكالي على اللابتوب لذلك كان على شركة أوبين إي نهية تظبط أنها دائماً في استدارة وأنها دائماً تعمل حاجات محدش غير هيقدر أن هو يعمله بشكل عام الأمر مش مجرد تطور بسيط أو تحسين صغير ولكن الموضوع هنا هيكون مختلف جي بي تي فايف هيكون نظام جديد بالكامل بيجمع أفضل التقنيات والأدوات الموجودة في كل نمازج أوبين إي آي في حزمة واحدة بشكل مختلف تماماً ولكن تعال أقول لك أن قبل جي بي تي فايف ما حيتم استخدامه حيتم إطلاق مرحلة تمهيدية حيبقى فيه تحديث تاني اسمه جي بي تي فور بوينت فايف واللي بيشارق لي باسم أوراين طيب كنا نفتكر الحديث عن أوراين في الفترة دي قررت أنها تدمج كل أدواتها ونمازجها السابقة فيه نظام واحد فائق الصرع بشكل عام المفاجأة أن النسخة المجانية من شاة جي بي تي حتقدر أن انت تحصل على وصول غير محدود لجي بي تي فايف ولكن طبعاً اللي عايز يحصل على قدرة وزكاء أعلى على معالجة المهام المعقدة أكيد حيكون يعني موجود في المدفوعة أو البرو وخلينا متأكدين أن اوبني اي مش هتتخلق على خيار الاشتراك المدفوعة استحالة يعني فهنا أنا شايفة أن الموضوع نوع من أنواع هنا أنا في الصدارة خد بالكم أنا حعمل نموذج النموذج ده حيجمع كل الكابابلتز الموجودة في كل الأدوات وهنا بيقولك أن انت بدل ما تدخل وتبتدي تختار ما بين وان وثري طب والنموذج ده أفضل في التاسك ده ولا النموذج ده أفضل في التاسك ده لأ أنت حتستخدم النموذج الجبار بتاعهم زي ما بيقولوا وجي بي تي فايف وجي بي تي فايف لما هيجي يشتغل على التاسك بتاعك هيستخدم الكابابلتي الخاصة بالتاسك بتاعك علشان يحل لك هذا التاسك بشكل عام احنا مستنيين جي بي تي فايف يعني مش هنيقدر احنا نحكم غير لما يظهر ونجربه بما أنه كمان هيكون بشكل مجاني فهيكون حاجة ممتازة جدا الجميع هيقدر أنه هو يجربه مش هنيقدر دلوقتي أنه احنا نحكم على أي حاجة هو مجرد خبر وإحنا في انتظار النسخة المجانية من جي بي تي فايف وفي انتظار أيضا النسخة التمهيدية قبل جي بي تي فايف وهي جي بي تي فور بوينت فايف اللي هتكون آخر نسخة من النماذج اللي مش بتفكر بعمق هو بيقول أنه هو في خلال أسابيع في خلال شهور لسه ما حددوش مش عارفة حتة سبيعة أو شهور دي يعني فرق بينها كبير ده كان خبر سريع كنت حب أن أشاركه معاكم أشوفكم في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى على قناة InfoTech for You زي ما أقولك في نهاية كل فيديو من نساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ديد ولو كنتم متابعين للعزاء من تنساش اللايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته